اشتركوا في القناة 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 صحيح أم لا؟ معنى تحكي لك أنا بالنسبة لي أنا تقول لي حمادي الدولة مثلاً نبيل كيخذيه ليكيبات وقت يخذيه ليكيبات يتحملوا مسؤوليته ما يعرف هو ليكيب ونتمشي السياسيس كيتترشح راو الكاف راو مهوش إنجاز السياسيس كانت هز شمبيونات وقت هنقول لي كان عمل إنجاز وهز معنى تعمل النقلة النوعية أما تقول لي أنت عمل النقلة النوعية ممكن في الفوليوم دي جو ممكن في اللعب لكن ما عملش نقعة نوعية بأنه هز به الشمبيونات طارق أنا مش هم بنسلك سؤال ما أنا فيها في علاقة بسانتوس وفي علاقة بالرسيد البشري طوى متاع نادريد اسفيقسي طوى تفرجنا في النادريد اسفيقسي ونتائج حسب الانتظارات انت عقبال الموسم نراها مخيبة للأمال حقيقة رأي شخص كموتاك بالنظر للانتظارات قبل هي نحكي نتائج قبل بداية الموسم التراش هو أنه ثم مشكل توظيف متاع ملاعبية لماذا إصرار سانتوس على نفس الرسم التكتيكي مثلا ما كانش نجم يغير نحن التوقيع قاعدين نقايموا في سانتوس برابور للموسم الماضي ولا على اللاعبين اللي اعطاو فم لاعبين اعطاو برفرمانس وفم لاعبين حتى الميركاتو المزانية اللي تحطوا حتى الميركاتو حتى الميركاتو اللي تعمل رو فم جوارات جايين ناقصين ما كان كريستو ناقص كريستو ناقص صوات صوات ساسمو نحكي على البوليفيا ذاك اللي في الوسط بورتوغال كيف كيف ناقص ذاك ريتم وم بلوس كسارك مش تعمل التوليفة اراو شوف يلزم يلزمها شوية وقت حاجة اخرى نحب ان السياس اس قداش تخلق من فرصة براتيك مو في الماتش فماش بوليوم دي جوي لكن شوفها قداش تخلق من فرصة خلقت في الماتش البيض حكا لا لا حتى في الماتش وات اخرين ماتش لكلوب اش خلقت فرا السياس اس لا لا فس في الماتش لكلوب لا انا بالنسبة لي انا لعب بفكر على حسب الامكانيات متاع اللاعبين اللي عنده لانه النادي الافريقي الأفونسيف يعملو لك الديفيرين مع اي كيب كان الناجم يغير الرسم التاكتيكي ينجم بالطبع يغير هو ممكن متشبث بالفكرة لانه عنده القناعات هو رو شوف حاجة الناجم يكون هنا تطرح في الاجتمام لا اكيدا هما ثم حاجات التطرح حتى بالفكر متاعه لكن شوف رأيي السياسيس معروفة قبل الجوار التكنيك في الوسط دونك إذا تويكا يتغيب لها الجوار رضوما ما عادش جيب لكاليتيت جوار تختلف إنك ميمين جيب جوار أغريشيف ويعرف يفكوا الكورة لكن تقول الكورة العصرية والتي يلزمك تعرف تفك وتعرف تلعب دونك اللحظة بالإخان كان برشا يلوموا مثلا ساعات على المدرب المدرب تقول جرجيس ثلاثة ولا أربعة كورة قدام الكاش ويضايحة ميجيبها من البر كونتر في الكوب دافريك مضايعين خمسة ولا ستة تقدام الشبك إيش نية تقولي أنت المدرب أعطيني هذوم حاجات متاع مدرب ما تقسليش الماتش ربير إنه كونتر لكلوب أفريكان لكلوب أفريكان سنية رقم صعب راه على الكيبات الكل خاطر عندها معناتها من أحسن الكيبات سنية لكلوب أفريكان ويضايحة مدرب حتى في المباراة الوديفة ما مشاكل الحقيقة واسط مع بداية الموسم هل تحكي على الفوليوم دوجوه؟ هل تحكي على الفوليوم دوجوه؟ الفوليوم دوجوه؟ الناس الكل بالإجماع ما هيش هذي السياسات اللي نشوفها لكن نحنا نحكيو عال النتيج النتيج ما هيش ماشي مخيبة للأمان ماذا حبي تقول ماذا؟ جوز تبارك إسليم المدرب هذه حسب دكتاريسيوم بتاعه قيمة قالك جاء على برو جيه في التشكيل اليوم بعد ستة ما تشويت نقاول مدرب خاسر ذات الشابات العمراء عمل نيول مع نادي الفريقي دي بلاسمو وعمل نيول مع جرجيس شفتوا فريق جرجيس معناتها سنة معناتها الحقيقة والفريق معناتها منظب التكتيكيين وكل شفرين مع نسبة وجربين وقاعد يقادم في نتائج كان هناك جميع ربع كونتا جرجيس نحنا ما نكيا نذكر كل حاجة أخرى نحنا نتائج شنقايم اليوم السيدة ذي خاطر نفس الاشكال في التراجي اليوم الجامعية الكبار هي قاعدة تغير في المدربين كيما الاسبيرونس كيما سفيقس عليش خوية ذي الكل خاطر اليوم النتائج متاع الفراق ملحبش نقول الصغراء دقيق بربي لا تقص عني عندي فكر نحب خاطرين من دبيتي ندخل بعضي مالا احنا تدفع ربي خاطرين من بعض التواريش زي زي بوتان زي زي بوتان زي برأي هو واحد من ذيافة صحيح زي زي برأي اليوم خوي الغالي شوف شكل قاعدة يبدلوا في المدربين فراق الكبار اليوم موجود عليش خاطر اليوم اللقاء رويحهم كيما نقوله خاطر كيتحكي احنا نحنا عن محقرانية برش يقول لك هنا صار بشوف ترجي جرجيس عاملة بجواريتها شو بيجة اليوم اللي خالل الفراق هذوما اه معطاوش ثيقة المدربين بتيحهم في خاطر كين جيت الترتيب كيما نقوله الاسبيرونس هاربة شوية الوكلوب هاربة شوية كفين كيراك بيجة وجرجيس يقول يشوق من قدراته الي خلا اليوم سانتوس ممكن يتصلح اليوم نحكيه عن مدرب متعدي يفزد دور المجموعات في كاس اتحاد الافريقي حكيه ليه عمل اه اخسارة برك عمل دونيو مشوار بطولة مزي ممكن تجاوب تروح انتي تجاوب تروح انا نحب نشوف انا نحب نشوف مبعد لا مش فينا في هذه بركة وكمل انا نحب نشوف انا باجة وجرجيس وسيز مويت موش فايدة جديبار اديك حاجة اخرى انا بش نقيملك عن الاتيج عن نادي راذي سفيقس على المدربة ذي خاطر فم عباد اليوم حتى كان جيت نادي راذي سفيقس اليوم يحبوا يقولوا في العصاف العجلة اي فريق ناجح في تولس يحبوا يعلوا برشة انا نحكي و كنت التنقف في الاختيارات قبل ايك ايه ايه اي كامل مخليديش عليش قطك ما تقص علي ايه 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 لا يوجد فكرة على البطولة التونسية و لا يوجد فكرة على الجوارات التونس وهي صريف على حسب البداية الملعبية لا كانت باية لا يمكن أن يقرأ اللعب بعد جواناتها و عارف روحوا خطأ أما البركور اللي عاملوا مهوش خيب أنا أقول للنادي نادي سفيرسي ما زالوا الوقت متاع تغيير المدرب طوى حتى اليوم المدرب حتى نتائجوا نورمال ما هيش كاريثية كومي الفو متعدي الفاسدو بول في الكاف خاطر اليوم راوك يجيبش ناحي المدرب شو قدي بش يخرز و قدي بش تقاتي بقية الكونتران بتاعه وبش ترسيرك تفارك الزيادة في مدرب أجنبي كيما بش تعمل التراجي حتى الأجيكتيف المتاعه مهوش في الشامبيونه في الكوب دافريك إذا فم ما تخلي عليك نادي 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 سفيرسي ما قامش بقينتين ديربيت كيما قامت بها التراجي بارشة فلوس بعدها بليوم بش اليوم بش تتعطي مهو شوية وقت مازال ليز معرق ليلا تعطيه شوية وقت لانترولينا ذا كما بنغيل يستحق وقت تشوف انه مازال يستحق فرصة أخرى ساندوس والله يجي نقولك حاجة أنا ثم حاجة لاحظتها في المدربة ذا ناس كل خلافا لكاردوزوه كاردوزوه وقت لي ركحوا عليه ولا يعمل في الشانجمون ويحط في الملعبية للريزوسوسيو هذا يا لا شيء صحيح في الفكر متاعه أعتقد انه عارفش قاعد يعمل واعتقد انه عدم إعلان الهيئة المديرة على إقالته دليل على إنه في رأيي خاصة إنه أقنحهم قاعد يقنع فيهم وقاعد عنده بروجيه يخدم فيه فاعتقد انه الهيئة اللي هي أقرب إذا عطاته فلسفة هو المعلومة اللي عندي أنه سليم بن عثمين هو متشبث بخدمات المدربة ذا ويجي نقولك وسليم سليم روى في باركوره ومعنتها ناجح ما شاء الله عليه معنتك شفت انتي معنتها دونك إنسان معنتها يعرف يخدم دونك إذا سليم متشبث بخدماته وإذا الرئيس يعطي ثقة في موقف سليم فأنا مبارك توجه هدايا وأنا نحب المسؤول اللي ما يتأثرش باللي ريزو سوسيو المسؤول اللي ما يقراش الصفحات شنوها تحكي المسؤول هذا ينجم ينجح بالفريق متاعه رئيس النادي رادي سفيقسي والمهيئة المديرة أنا نهنيهم على تمسكهم بمواقفهم بعيدا على تأثيرات يا ما صحوا تلاث بارشة مش بايزة؟ لا مش صح تلاث بارشة مازلنا في سنكيام جورنيه مازلنا في سنكيام جورنيه مازلنا في سنكيام جورنيه أنا نقول لك حاجة أنا كلوب أفريكان اللي يزعم الناس فرحانة به تتذكر شو قتلك؟ قتلك راولو كلوب أفريكان يفوى تندر في فريمارس بش مدين نشوفوا خدمة المدرب مازل بكري سانتوس سمحني أنا نرجع بك أنا ثم اللي طوي يدرب في الوحدة منتاع اللي كان في المغرب كيفاش بدأ معالي في المغرب كيفاش بدأ؟ ما كانوش النتائج باهين من اللول في المغرب كيما نادي الوحدة ومن بعدك شفت شنو عمل احنا في تونس ما عناش ثقافت صبر ما نعرفوش نصبرو على بروجيه أنا نذكرك العام نذكر وانا صغير كيف نرجعو التاريخ نقراو به نذكر وانا صغير كلوب أفريكان وقتا جابت أندريناجي نذكر في الألي دو جورني دو لفازر وطور ما زالوا دو جورني كلوب أفريكان متكلاسية قبل الأخرى قبل الأخرى وقتا رئيس النادي قالهم اغدوا كيستيان اني نحي أندريناجي أندريناجي كم البطالة تونس أنا نذكر للمثال اخرى بنتيخها في دو ملويد كيخسر معجن دوبا و تتبس بي كمان يدير وعنى في دو ملويد نذكر ليس للمكان فيس بوك نذكر ليس للمكان بشكل معك نحن نقول فهنا نقول للمغارة و لا نظر أن هذه المغاربة تتحق لا تتحق وعنى معنا هيا تعرف لا تعلم مدرب هذا يا زادة الحقيقة لا تعلم ان تتحق بشكل أخرى ما عملتش العام في بترواتليتيكو لا مش عام عمل عامين عامين ولا وثلاثة سنين والعام لولاني والعام لولاني ما كملتش جملة يقصد عليه عمل ثلاثة سنين العام الأخر فقط به العام اللي قبل ما عمل خالق به صبر عليه افقي تفرجتنا البرح في بيانة في باجر بتاع السياس اس انو الفريق مش عام مقابلة ودية في ليبيا نهارة لربعة معناها غدوة في مقابلة احتفالية مع الأخذر الليبي افتتاح الملعب متاع الفريق هذا الأخذر الليبي ما عافش هل تشوفها عادية معناها قبل الماتش في الويكاند بعبيجة تمشي لليبي رغم ليسمعنا بش يمشيوا بش يوفروا لهم الفريق الليبي طائرة خاصة يمشوا فيها في السباح ويرجعوا في الليل لكن مقابلة صحيح طائرة خاصة لمدينة البيضة الليبية مش غدوة للمبارات الودية حتى أنا بيدي تسألت اذا كان بش تلعب الفريق الاساسي وانتي عندك مبارات مهمة لاسك يصير لفريق الاساسي نحن لاحد ضدوا للمب البيجي غدوة نعرفوا الخيارات أنا سمعت اللي ما همش قاعدين يلعبوا لكن ينجموا في البعض ساعة يرجيني لغ يدخل الملعبين اللي يلعبوا إذا كان مش عمل تورنوفر بش يجرب ملعبية ويعطي فرصة لبعض الشبان معقول انو مباراته ويظل فيها عائدات عائدات مادية من فريق هذي لانو مش ماشينا كاك واضح فما فلوس فما مبلغ محترم إذا كان مش تشرك ملعبية والاساسيين ممكن ياخذوا بعض الوقت الرهى عادية قبل مبارات مهمة ضد له للمب البيجي والحقيقة كان الفريق اللي بيختار النيدراد اسفاقسي يعرف قيمة النيدراد اسفاقسي كفريق مقر حتى ايامات طارق التايب برشا حبوا النيدراد اسفاقسي من جماهير الليبية اما الحقيقة اذا كان مش تلعب بالتشكيل الاساسي وكما قال مروينا ذي سعيب برشا سعيب لانو عندك مبارات مهمة وقتها الكلام تعلمات الكلام تعلمات راتشبث النيدراد اسفاقسي بسانتوس اذا كان فارد ظن صارت هزيمة تصور انت معانتها واخد واخد ديسيزيون معانتها واحد وانتي في قرار كما هذا معانتها مش يمشي يسافر ومبعد يعود يرجع تقولي شوامتع الجوارات باش يلعب وكي نمشي معك انت ختمت في ليبيا حتى الفوياج بيتها الساعة ونصره اللي ماشي وجاي ما تعبش معانا ملاعبية ايه كتاب ده في فول سبيسيال ولا حتى دي فول ما تعبش برشا ساعة ونصره ما عادية عادية طائرة خاصة طائرة خاصة معانتها عادية ما تقلقش عبارة جهة من السفير في تونس سعيد هذي صعيب يا ياسم مش يلعب بالتشكيل الاساسي مش ياخذوا الناس اللي ملعبتش الناس اللي نقصة تونت جو اللي راجعين من الاسابة في البيضة بنغازي شيرت بنغازي افتتاح ملعب جديد متاع الفريق اذي بحظة بنغازي اللي مدينة اي بحظة بنغازي بلاي تشوف افتتاح هنا نخرجوا معانتها التجهيزات والبنية التحتية احنا معانتها بلاد مازالت في حرب مازالت في حرب مازالت وزوز حكومات ومازالت مقسومة ومازالت تم مشاكل معانتها عاملين شوف ما ترى تشوف تول بنية التحتية اللي قاعدين يبنيوها في ليبيا شفت في ترابلس بركة فما اربعة ولا اربعة ولا خمسة ملاعب معانتها من اعلى تراز ما نحكيش على بنغازي اللي تول مازالوا يعملوا معانتها في اعادة اعادة الملعب متاحهم الدول متاع بنغازي مش يولي هز ستين ولو سبعين الف متفرج معانتها تشوف البنية التحتية متاعهم كيفاش قاعدين يخدم تصديق البلاد اللي هزها الماء كيفاش عاودوها مشات مشات ما قاعد فيها شي نسيتها يا ربي درنا مرة الاخرى اخ ليبي وجه له تحية قولي دي ما يسمعنا نحكي نواياه وراني معانتها هو من درنا وراني في البرتابلو البلاد كيفاش عاود التبنات دخت وراني التيران متاع الكورة حتى مدينة البلاد هذه اتذرت من الفيضانات هذه مستاذ سبعين بن خلين كيف نحكي على لاعب سابق في السياسات علي معلول اتفاجأت البرح ذهالي ولوت البرح بتصريحات المديريات الأهل المصري محمد رمضان يقول جلدنا عقد علي معلول بموسم إضافي تقدير اللي ما قدمه للأهل في السنوات الماضية نعرف علي معلول مصاب لكن علي معلول حتى في الموسم الماضي كان حاضر معناها كان من أفضل من لاعبية في الأهل معناها معناها ما تشوفش استنقاص من قيمته كيفورجة تدين له كايينة مزيئة معناها منا بشي كامل معنا العام الأخر ويمشير لا مش مزيئة بالعكس هذه معنتها سي لبراتيك ولا طرق تعامل الفراق الكبرى معناها يبين المتاح أنا نعطيك له مم إكزامبل في ريال مدريد كاربخال كانوا معنتها مفاوضات معاه بشي عملوا معاه تجديد عقد متاع عام بعض الإصابة عملوا له عامين بعض الإصابة معناها بعض المعمل الإصابة الاختيرة هذيك عملوا معها عامين بالعكس هالتقدير لأنه علي معلول بالنسبة لهم يلفي باقتين من الباتريموان متاع الأهلي المصري ويعتبروه وأعتقد أنه حتى بعد اعتزاله علي معلول بشي قعد في الأهلي المصري بالعكس هما يعتبروه حاجة كبيرة برشا حتى أجنبي يعتقد مصول المكان اللي يوصل لها علي معلول مستحيل يكون استنقاص بشنا إخواني كنتي مرون تيج لكن فقط جينا مساج معنا صديقنا جمال برناس نوازجوه تحيق والإفريقي الجولة الأولى تعادل مع جندوبة وقتها 0-0 بعدها بجولتين تعادل مع CSS 1-1 في المنزل واخسارها مع المستير في المستير 2-1 معابل الشيخة هذي معابل الشيخة في 2018 خلينا إخوانيك في علي معلول مرون منعج أنت توافق الأستاذ تشوفها تقدير لي وإلا لي علي معلول شفناها عم ناول معتها من أفض الملعبية في الأهلي معنا يستحق أنه يبقى في الأهلي حتى أعطي طالرها اللي جاد طوى معتها فمش رضا كبيرة على مستويها مع الأهلي لا أكيد إسلام حتى أحد لا يشك في قيمة تعليم معلول على الكارير اللي عداها في نادي الأهلي وما بيدهم يضربوا بي المثال في مصر وديما يقعد الشرف الكورة التونسية مهما كان لهم فرحانين بالمسيرة من تعليم معلول يظل يستحق يظل يخير من هكا كي تقول ينتي اليوم معلي معلول نعرف فتوى كما نقوله في العمر دا يتقدموا الأهلي زادة من مصلحتها كي تخمم في جوار صغير معاوض ما الحقا بيانسور كبروجيه كيف كيف حتى الأهلي لم تقصرت معطي معلي معلول وعطيتهم فرصته كان هو اللي يدور في اللي كيب إذا اللي أنا نقول الزوز معطي المصلحتهم كنادي الأهلي اليوم رأت بالجميل بتاع معلول وعلي معلول يستير زادة كيف كيب كل خير كان يرعوا المزال يعطي إضافة عليه خاتم نعرش نوعية البلايسيور أسك رجع كي مقبل هوا يقولوا في نوفمبر يرجع على الماتشوين أي ما خائبة لي صابروا بارابور للعمر متاعوا صحيح ماشي صحيح ماشي صحيح بارابور للعمر صيرتو أنا مانيش معهم ما تبقى كما قولوا بادرة طيبة سواء كان علي معلول بش يفيد عطا العم ذايا بش يفيد الأهلي سواء كان موش بش معان تحتينه في البروغرام بش عود يرجعي العمام بكوم يفوق نقول لنا حاجة بهاية تليقي بالنادي الأهلي بفريق كبير في مصر وفي الاهلي في الاهلي سمحني ببعض من جماهير لهري حبيباتنا واحد الاهلي عندهم الجماهيرة عندهم أبوتريكا واحد أباخ وطاوجة حارموا والله طاوجة معلول بريسك معناتها بعد أبوتريكا ثم بعدك يتحكي اسم معلول يتعاوت ام فهمت أبوتريكا معناتها ليجند و واستورة معناتها على الجماهير المغري. رابت من الجماهير عاو دولو راب. نسبة كبيرة ذلك من الجماهير. سرتوه تارخ، سرتوه تارخ، سرتوه في كارير انت علي معلولي عداف الآلي. مخيبك يتخرج كما يقولوا انت تبشتشكي بالنادي. هم اراد دولو الجميع. صحيح. معانت خريطو في بيه. معانت اعترافهم بالجميع. حتى علي معلولي. ليه بيسورك في سورة تخالي على مستحقاته. ازاد ما وصلت قلوم. رفق ذلك نقلية هالتصريحات بطريقة سيئة. انا رأيك كيف. لانو طبعت شوية دخلت حتى من مواقع مصرية غضب كبير. من جمهور الاهلي ليعشق حاجة اسمها. تقليل من قيمته. وانا الرأى لاعب اسطوري زادا. علي معلول من الفيل سوتاش حالة التوى. ونعتبره افضل اجنبي. كنت نحكيوها البطولة المصرية في تاريخ الائري المصري. كل المقاييس بالاداة اللي قدموا. برشة بطولات كانوا رأيها. علي معلولة انا راح حقيقة. انا اقول حتى في تونس افضل ذاهير ايصر خرقته تونس. خطر عباية ما تحبش تقولها. افضل من هادي بالخيصة. افضل. نحتين اماتوا لا يرحموا هادي بالخيصة. نحكيوه بخطر هادي. مش هذا موضوع. لا لا نحكيوه حتى هادي بالخيصة لا يرحموا. نذكروه حتى لا يرحموا. ما يتبقى ممكن كان هادي بالخيصة بقايا. كنينة عمل الكارير بها. لا نجموش. انا الحقيقة الكيقريت اللي ردت فعل الجماهير. على تصريح محمد رمضان المدير الرياضي. واضح وانو معجبتهم. مش حتى التوقيت معناها. انتع المعلومة. قولك ما هوش وقته. كيف كيف رغم مجلس ادارة تنادي الاهلي. مش هذا موقف مجلس ادارة. لانو سمعت فم جلسة. مش تجمع مجلس ادارة برئيس محمود الخطيب مع المدير الرياضة. مدير الرياضي محمد رمضان. مش حطه نقاط على حروف. غضب حتى مجلس ادارة على تصريحات. قالكم انا متصريحات. وهو تصريحاته سابقا قال ديما مسلحة الاهلي. بل مسلحة اللاعبين. وكأنه تعصب للفريق. مش حبا في علي معلوله لا اي ملاعبي اخر. حتى تبعت زوجة علي معلوله على انستغرام. برشة انتقادات كبيرة. غضب كبير. هذه يستحق تعامل افضل الحقيقة. بلي سمحني. شنو التعامل الخايب ترا؟ لا على الكلام. على الدكلاراسيون. مش على الساة. اي مش كمان له. مش تعاف. هذا يا حكم على النوايا. مانت. اي دكلاراسيون. مش عالتعامل. مجلس اليدارة مكانش رادي. اي. علاش. مش مكانش رادي. مكانش رادي. مكانش رادي. عالتصريحة. ايه. كمشنا بعضنا. بسرعة بيانت يفوني استني. الابض تقول ما نتا تفهموها انتو مع احمر انا ما نصورش موقف النادي خاريني نقول انا ما نصورش اللي للمدير الرياضي كان يقصد الاساءة لعلي معلول وليست له القدرة ولا الشجاعة انه يسيء لعلي معلول. نمشو للمستير اه اليوم الجلسة العامة التقييمية الانتحاد في المنستيري كان من مدوقع تكون الجلسة عامة انتخابية اه لكن فم اشترى الشوحات الجلسة العامة مش تاخدوا اكثر تفاصيل مع انت صديقنا في المنستير سلم الزيدي سلم مرحبا. مرحبا بك اسلام ومرحبا بكافة بالحضور معاك تحياتي لخان الكل والماتر ومروان لخان الكل الموجودين. ايش. شكرا لك. سلم باي خلن اخبرك تفاصيل ما عندك بخصوص الجلسة هذي. سلم علي السعفة مع عزوف على ترشح لرئاس الاتحاد المنستيري. والله اسلام العزوف يظل هذي مانا موجود في الجامعة الكل الحقيقة في في تونس تقريبا باستثناء فريقة وممكن السنين البقية كل. الجامعة ذي كل تقريبا ما فهمهاش ناس كل تحبت وقات فيها ايئات تسييرية. الان ياتي ما يخالف اه ذلك. دونك اه الجامعة ذي كل تقريبا تعاني نفس المشكل. بالنسبة التي حاد رياض المنستيري كان فما امكانية انه بش يكون فما يعني قايمة بش تترشح. لكن في اخر وقت ممكن اه سحبة الترشح عن مساحة ما قدمتش من احراب الترشح عن مساحة. اه خوفا من الوضعية المالية النادي اللي عنده بعض الضيون تجاه يعني اللي ملاعبية ومدربين وبرشة ناس تحب انه شوية الفلوس. دونك الاتحاد المنستيري كان بش تكون جلسة عامة انتخابية. في الاخير تتمت بش تكون جلسة عامة تقييمية فقط. وبالتالي اه اكيد انه بش يواصل امير الحيزم ممكن مع تطعيم الهيئة هذه بعض الوجوه. سلم الاتحاد المنستيري في السنوات لخذا كل عام تقريبا بيع ملاعب يزوز يدخل فلوس. عليش الازمة المالية هذه? الحقيقة بيع ملاعب يزوزي الاتحاد يزوزي لكل موسم. لكن موسم هذا عنده اه ممكن المساركات الافريقية الاخيرة. كانت تطلب اكثر اموال واكثر مشاركات اه يكثر يعني اموال واكثر فلوس اكثر من العادة واكثر من لازم. لكن مرة هذه اه ممكن تساقن. فما يعني تركة اقديمة لحقيقة خلينا مقول لهم كما هي تركة قديمة. قعد اتبع في الاتحاد الرياضي منذ مشاركاته الافريقية. حجم المداخيل لان بتاع النادي وما اريد ان يقوم بحجم المصاريف. مصاريف اكثر من مداخيل. اتحاد الرياضي المنستيري عنده ذو صفروع يصرف عليهم. فرع كرز سلة كيف 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 يصرف عليه في اموال مهمة كذلك يعني مع ذوش كان فرع كرز القدم. اه الاتحاد الرياضي المنستيري اسلام اه اه قاعد ولا هي فوق في اللاعبية كما حالز المنصطوري مهاجن كان عجالي وغيره من الانتدابات اللي هي ناشحة لكن تطلب اموال اكثر ممكن من امكانيات اللي تسمح بها ميزانية النادي ثقف الوجور والمنح صحيح مقاركا بالنوادي الاخرى يتسمى قليل لكن بالنسبة لاتحاضرها المنستيري على مقاركا بالمواسم الفارطة على ثقف الوجور والمنح والرواتب في النادي لاتحاضرها المنستيري ولا يطلب اكثر اموال حجم المداخيل لحقيقة جماهير قاعدة تقوم دورها في حصوص الاشتراكات في حصوص الحضور الجماهيري سواء في كرة السلة وكرة القدم لكن باقي لاتك فيه بالغرض كما نقوله بالنسبة المقاركا بالمطاريف الموجودة واللي قطلك كما قطلك التالي كانت قاعدة ديما تتبع باللي المداخيل تدخل ديما تخلص في ديما تخلص في ديما مدخلدات بالذم سيحن الاتحاضر المنستيري من اقل فرقة اللي عندها فلوس يحبوها منه العباد لكن عزوك المستشارين خلينا نقوله في رياضة توسية بصفة عامة يخلي الاتحاضر المنستيري يعاني برشة في الفترة هذي ويقوله مضطر انه يبيع لاعب او ثنين مثل الملكات والشتوي باش يخرج ويحلح الوضع المادي الصعب اللي هو فيه فاماش كون مرشح للخلوجه حاليا بطبيعة شهرين اسلام الاتحاضر المنستيري في موفوضات متقدمة مع عشيها بجبالي من اجد اجديد عقده مش حتى لو يتمي بيعه في الفترة الشتوية وفغيره يكونوا يعني بيعه باريحية ما يبيعوش تحت الضغط انه اللاعبش يكون لعب حر دونك اللتي حضر المنستيري كان عنده منذ اسبوعين او اكثر في موفوضات متقدمة مع عشيها بجبالي والاكيد انه الايامات الجاية باش تحمل جديد في مخصوص عشيها بجبالي اللي هو تقريبا من اكثر اسمها المرشحة انه بشي غادر انفاثيق في المركز واضح واضح اتكساح شكرا لك سيلم اتكساح على كل هذي على كل هذي التفاصيل مباشرة من المنستير رفقي ظهر لي مشكل في الفراقة التنسية ظهر لي بشي وقت معاش نقاوة مسايرين فما عزوف كبير على تسيير النواد وتتواصل ظهرة الهيئات التسييرية بالضبط لانو اكتري تبحث على استقرار اداري مالي واستقرار فني لزام وانك تركز هيئة منتخبة ممكننا نعطي مثال مثلا ندري الاسفاقسي بعد مدة هيئة تسييرية شفنا برشا مشاكل اليوم بهايئة منتخبة تحسنت الامور فم استقرار فم استقرار على مشاكل مادية في النادي الاسفاقس كيف كيف نذكر النادي البنزارتي كانوا مشاكل كبيرة وقت اللي انتخب بهيئة بقيادة سامير يعقوب تحسنت الامور نحي خاصة ماليا وإداريا الامور الفنية اكيد ثم تروشي كيف يسير تتواصل الظاهر هذه متعال هيئة التسييرية الاتحاد المنستيري لحقيقة كرأوا المستوى الفني كل عام يقدم فيه لحقيقة شكر كبير للهيئة التسييرية التي تحاول أن تلقى الحلول رغم الوضعية المادية الصعبة الاتحاد المنستيري واضح أنه يعيش حتى التأكيد للكلام اللي سمعناه غياب المستشارين غياب الدعم المادي وعزوف على خوض الانتخابات واضح باش يعيش على بايع الملاعبية أنا متأكد وانو الاسماء اللي متقلقى الموسم هدايا مكش بش تلقاها الموسم اللاجيي تقول لك حتى في الشتايا جميع بيع كيما ترى وري هداف البطولة وقت اللي يصنعها ربيع الاتحاد المنستيري وقت اللي يسجل لديها وتراجعت نتائج بداية الموسم حتى وقتها كان لحوار مع محمد الكوكي كان الشبه متأكد وانو تروري باش يغادر يقول لك يا اخويا منين باش يجيبوا الفلوس الدعم المادي مفقود من بيعاني الجوارات باش نظم المبالغ ماليين محترون باش نجم نسير الشأن اليومي الاتحاد المنستيري باش ننجم زادا نخلص ملعبية وفي فترة قليلة شفنا حتى أخبره وعزوف ولا إضراب عن التمارين الاتحاد المنستيري صحيح فنيا يقدم في موسم به ولكن ماديا وضعية صعبة ذلك عليش ممكن المكرات الشتوي شوفوا خروج بعض الملعبية وعلى غيرار العادة يعني تلترافة ثلاثة سنين هذه الكمل هيئة من الملعبية اللي يخرجوا ولكن في المقابل فما فكر فما شكون قاعد يجيب في الملعبية قدموا في الإضافة باليوميوموم متاع فلوس الاتحاد فنيا صحيح غادر من دور التمهيدي ثاني ربيت الأبطالو وليتنا في البطولة نتائج باية وزادة ثم أخبر ممكن نسوقه بكل احتراز زادة محمد الساحلي روا مطلوب بالنتاجة اللي قاعد يقدم فيها طوى ينجم يخرج معناه أنا اسمعت ذراجة فما تخمان في محمد الساحلي كمدرب قادم من بين الأسماء المطروح باي باش نمشيوا فاصل وبعد نمشيوا للباريز نتبعوا آخر المستجدات في حفل البالوندور حبار شكليم مع القال على الفائز بالجائز لكرة الذهبية الأوروبية رودري وحرمان منها فينسيوس جونيور موزيكا وبعد راجعين موسيقى ترجمة نانسيخ